يوم من الايام في بلد من البلدان غير المسلمة كان هناك مجموعة من العباد بيعبدوا ربنا في مكان ما في معبد من المعابد والحقيقة كان جنب بجوار هذا المعبد الذي يعبدون الله فيه وكانوا قمة في ادعاء الايمان وقمة في التظاهر بالايمان والالتزام بالدعاء والتبتل الى الاله فتحت جنب المعبد ده خمارة فالحقيقة خمارة حاولوا انه هم يقولوله ابعد عن المكان اللي احنا بنتعبد فيه ما فيش فايدة الراجل الخمار اصر انه هو يدني البار بجوار المعبد اللي المؤمنين دول بيعبدوا ربنا فيه وقعد ويقنعوه ما في فايدة يهديك يرضيك ما فيش فايدة يا راجل ما فيش فايدة طيب وبعدين هيعملوا ايه قالوا انه بص لو انت ما يعني اصريت على بناء الخمارة بتاعتك احنا حنتطر ان احنا كلنا نعد نبتهل وندعي ربنا عليك الراجل ما هموش اللي هم هيعملوه وقعد يصرف على الخمارة وعمل خمارة ضخمة جدا 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 وحاجة وقعد بقى وتفنن فيه اه بنائها لحد ما حصل ايه الناس التانيين قعدين يعبدوا ويدعو ويعبدوا ويدعو يعبدوا ويدعو يعبدوا ويدعو ودعاء وعبادة دعاء وعبادة لكن اه حصلت المفاجأة غريبة المفاجأة غريبة اني جيء اعصار غريب جدا على البلد القرية ديت وراح الاعصار منشن على الخمارة قول مدغدغها خليها حتت وحرقها وبهدلها فطبعا كانت مفاجأة طبعا المتدينين قعدوا يحضنوا بعضوا يهنوا بعضوا وحاجة يعني انتصار رهيب بالنسبة له حاجة عظيمة جدا طيب تمام المهم فالراجل الخمار ده بقى متغاز لاخر ما تقدر قول يعني فوق ما تتخيل من الغيز والغضب الراجل رح رفع قضية في المحكمة قضية غريبة جدا بيقول للقاضي انه الناس دول بسبب الدعاء اللي كانوا بيعملوه دغدغوا لي الخمارة وحرقوها وصلطوا علي اعصار وانا بقى طالب بتعويض مليون دولار تمام وال القاضي نظر القضية يا فجوم الناس المتدينين دول او الناس العباد قالوا له لأ طبعا كلام مليون دولار ايه وتعويض ايه هل معقول ان احنا حنتسبب في اعصار بالشكل ده ييجي على الخمارة ويدغدغها يعني ده حاجة مش بتاعتنا احنا اصلا الدعاء مش ممكن يكون له التأثير ده باي حال من الاحوال انه لدرجة انه يكسروا الخمارة عشان يطلعوا من مسئولية دفع الغرامة اللي رفعها الخمار اللي هو الراجل صاحب البرده علشان ياخد تعويض مليون دولار القضية غريبة جدا وقعد القضي ينظر فيها وفي الاخر القضي قرر ايه قرر يتنحى عن القضية ليه بيسألوه ليه بتتنحى عن القضية ومن تش عاوز تكملها قال لهم لاننا وضعت في اغرب موقف قضائي شفت في حياتي فقدم مني فريقين واحد خمار يؤمن بالدعاء وقوته وجماعة من العباد المتدينين لا يؤمنون بقوة الدعاء موقف من اعجب المواقف اللي ممكن تاخدها في حياتك شاهد بقى في القصة او اللي احنا عوزين نستدلي منه او نستفيد منه في هاز القصة او في هاز المثال اللي انا طرحته لحضراتكم انه قدامك حاجة من الاتنين يا اما تبقى معتقد في قوة ويقين الدعاء اللي انت بتدعوه الى الله يا اما لا تعتقد افت اصحاب الدعاء عدم اعتقدهم في قوة الدعاء دي رقم واحد لازم تاخد بالك منها الشاهد رقم واحد ان الناس احيانا تدعي ربنا وهي ما عندوش يقين وحتى لو حصلت الاجابة ينسبها الى غير الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة